السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم جمعة رب تكونوا بخير موعدنا الأسبوع من وحالة النهاردة عيان عنده 81 سنة الهيستري بتاعه تتعامل وده واضح في العيان ده واضح خالص أن العيان ده عنده موجود على ناحية الشمال والسبلين موجود على ناحية اليمين ولبصينا على الهارد هنلاقي الابيكس بتاعه الهارد والتالي ده معناه أن العيان ده زي ما احنا عارفين بصينا هنا حتى على موجود على الرايت سايد فالعيان ده عنده كل حاجة مقلوبة فده عيان ده بالنسبة للفايندينج اللي موجوده احنا بنقلف في ميديا سايد الويندو لحظنا أن العيان ده عنده الماس دي واضح جدا أنه هي فيها كل الفيتشرز بتاعة خصوصا في السن الكبير ده الفيتشرز اوف ماليجننسي اللي أنا دايما بدور عليها في الهايلر ماسز هي بتاعتها للبرونكاي ايه أخبارها عامل ايه في البرونكاي عشان تبقى وانت بتقول ماس وانت متطمن خصوصا ان الفحص ده من غير سابغة دايما تبص على البرونكاي والريشن للماس بتاعتها للبرونكاي فمبص كده هنلاقي ان البرونكاس او السيجمنت البرونكاس الى طالع هنا هنلاحظ ان الماس تقريبا عاملة جامد لي وهنا افريته خالص وبالتالي او الاتينويشن او من ضمن الساينز اللي بتخليك متطمن وانت بتتكلم على ان دي هتبقى هايلر ماس ليجن وفي الحالات اللي احنا زي ما احنا عارفين اه في هايلر ماس ليجن اللي اه فيها لازم نحط البوسيبيرتي بتاعت البرونكوجين الكارسينوما وخصوصا اللي هو واحدة من طيب لما بنشخص ان العيان ده عنده برونكوجين الكانسر ايه المفروض ان احنا ندور عليه ودي حاجة مهمة طبعا تدور على اللي بتبقى مع اشهر الحاجات اللي احنا بندور عليها هي في بمبص كده نلاقي ان العيان ده عنده ملطب الانلارج زي ما احنا شايفين وشكلهم شكلهم متاستاتيك فمع عيان ملاحظين كمان ان المتاستاتيز مش مقتصر بس يعني كمان موجود في احسن نشوفهم في احسن نشوفهم في احسن نشوفهم في احسن نشوفهم في احسن ان احنا في العيان ده عنده ملطب الانلارج شايفين كل دوت فالعيان عنده كمان طيب في حاجة مهمة جدا يعني معظم الناس بيدور على الحاجات دي بيدور على الليمفروود ويدور على البلمون الديود كان متاستاتيك لما بيلاه برونكوجينيك كانسر بس انا مهم جدا لازم يا جماعة اقولكم على حاجة ناس كتيرة بتاخفل عنها او ناس كتيرة بتعرفهاش خصوصا لما يتنقبلنا حالة برونكوجينيك كانسر او بريست كانسر او بلورال كانسر زي ميزوزيومة وهو لازم نبص كويس قوي على لان دي واحدة من بتاعت طيب ازاي نقدر او اشوف بتاعت ده انا قلته اكتر من مرة ان احنا بندور على من اهم الساينز اللي بدين بدور عليها هو لو بصينا هنا على الفيشر ده او الوبليك فيشر ده بتاع هنلاقي ان الفيشر ده زي محنا شايفين وده من اسهل الساينز اللي تقولك ان فيه بالمون الانترستيشن في منه بس من اسهل الساينز الحقيقة اللي دايما تقولك ان في هو تاني حاجة ومن ضمن الساينز المهمة جدا اللي بتقول ان في هو منظر البولوجين الابيرانس ده اللي هو ظهور الظهور الظهور بدأت يحصل لها بدأت تظهر منظر بتاع المفروض الظهور ما تظهرش كلون هي ظهرت ده معناه ان بدأت تدخن والانتر لوبير سيبتي ده واحدة من بصوا هنا ركزوا شايفين هنا شايفين المنظر البولوجين الابيرانس ده لو لقيت منظر البولوجين الابيرانس ده تعرف ان فيه كمان بصوا يعني غير البولوجين الابيرانس لو لاحظنا هنا على تحت البلورا مباشرة هتلاقوا ان برضو فيه ظهرة من تحت البلورا اللي هي واضحة هنا شايفين منظر ده شايفين منظر ده ده برضو واحدة من منظر من مظاهر اللي ما بشوفه بعرف على طول ان طيب كمان من ضد هو اللي هو بيبقى حوالين فتلاقوا البرونكاي الول بتاعها تخين اللي هو بيسموه بصوا هنا بصوا هنا على البرونكاي هتلاقوا البرونكاي ده البرونكاي اهي هتلاقوا الول بتاعها تخين وده مثال بصوا شايفين البرونكاي الول بتاعها تخين ازاي فده برضو مثال على فكل الحاجات دي تقول ان فيه تخين اف درموندر انترستيشيام وثيكن اف درموندر انترستيشيام اللي انا قلت عليهم دولات اللي هم برونكوجينيك بلورال ميزيس اليومة لان كانسر بزاة البرست كانسر بزاة التلاتة دولات وجود تخين اف درموندر انترستيشيام ده معناها بالنسبة لي لينفنجات سكرساماتوزا طيب هل يجي سؤال هنا مهم هل يشترط ان انا لاقي ده يكون لا ما يشترطش وجود فعيان عنده اي من دولات انا بشخص لينفنجات سكرساماتوزا لان ممكن تيجي سموز وتيجي بس ممكن تيجي سموز يعني فبالتالي انا بشخص بمعتمدش على موجود برغم ان هي موجودة هنا ببسطة هنا هتلاقي ان الفيشر في نوديولز زي ما انتوا شايفين اهو فده اه بس انا مش لازم يا جماعة ان انا اقول اه اه لما اشوف اللي اه لو مجرد ان انا لا شوف في عيان عنده اه لازم نحط بتاعت الانفنجات سكرساماتوزا من ضمن الحاجات برضو اللي بيحصل اه مع الانفنجات سكرساماتوزا غير يبدأ يحصل لانه هو بيسد لينفاتيك او بيانداشر عن طريق اللينفاتيك ويحصل اللينفاتيك فممكن يعمل ممكن يعمل وكل الكلام ده من ضمن الحاجات اللي تقول ان ودي من ضمن الحاجات المهمة في الكيس دي هو ان احنا نشوف معها تمام في نقطة اخيرة ولازم احب اقولها لك وجماعة وانا من ضمن الحاجات اللي انا جايب عليها الحالة لان الحالة انا جبتها اكتر من مرة المعالم بس الحالة دي فيها آآ نقطة لازم استرس عليها وهي ان العيان ده ننساش ان هو يعني ايه يعني العيان ده عنده كل حاجة مقلوبة وبالتالي لو لاحظنا هنلاحظ ان الناحية اليمين المقبودة على الناحية دي دي مش اللانج اليمين دي الشمال ازاي عرفت ان دي الشمال مش اللانج اليمين لو جبنا هنا الساجدل الوساطة خلاص ابص على الفشر لو بصنا هنا على الناحية اللي هي مفهاش الماس دي الناحية اللي فيها الماس طيب نشوف الناحية اللي مفهاش الماس لو نبصنا على الناحية اللي مفهاش الماس هنلاقي ان دي فيها وفيها اهو 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 ا برغم ايه موجودة على monument. تمام? دي اول حاجة. كمان جماعة. آآ لبصدنا حتى على انا نلاحظ ان النبرونكاي. بصوا هنا على البرونكاي. آآ دي. شايفين دي وطويلة دي. البرونكاس الطويلة دي اللي هي ما بتديش دي راغم ايه موجودة على ناحية اليمين. اللي ان هي ديها لازمه تركو ده. كل عندو حاجة كل حاجة يمين شمال. بص احنا احنا طبعا لما نيجي نبص على على عائزة نشوف بشكل احسن احنا قلت لكم اكتر مرة بنعمل ايه? بنعمل ونعمل ده يفتح لنا الويندو اللي هو ده. لما يفتح لنا الويندو اللي هو ده انا اقدر اعمل منه احب اجيب منه منب. ولما جبت منه منب اغير واخليه ولو عملت كده هلاحظ ان انا اقدر ارسم بشكل كبير جدا التراكية والايروي بشكل واضح. ويوضح وقدر اغير افتكنس حتى بتاع المينيب اللي انا عايزه زي ما انتم شايفين اهو كده او كده زي ما انا عابب. خلاص المهم اللي انا عايز اقوله لكم ان بصوا هنا التراكية وده البرونكاي بتوعنا. البرونكاس دي دي بتاعت الرايت برونكاس. اللي عرفت ان دي الرايت برونكاس? لان هي على طول ادت ابر لو برونكاس. يعني بتمشي في مسافة صغيرة بتدي ابر لو برونكاس وبتكمل برونكاس انترميدياس. يبقى دي برغم ان هي موجودة على ناحية الشمال. ودي طويلة دي قبل ما تدي برانشات دي برونكاس برغم ان هي موجودة على ناحية المين? وبالتالي هنا بقى النقطة. انا عندي ماس موجودة على بس هي انا لما اجي اكتبها في التقرير اكتبها ازاي? دي نقطة مهمة. اول حاجة زي ما قلت لكم ان انا هكتب ان ده موجود او وعامل او عامل الموجودة على بين قلسين اللي هي عبارة عن او بتاع بس انا هقول الاول وبعدين بين قلسين اللي هي عبارة عن بتاعنا اللي هي عبارة عن الحقيقية. نفس الكلام لما اقول ان هو ده موجود او اي لوب من هقول ان اللوب ده موجودة على الناحية اليمين ولكنه بتاع يبقى انا بتكلم على باتكلم على باتكلم على ما بجيب سيرة خلاص لان زي ما احنا عارفين ده خلاص ده كان الحالة بتاعت النهاردة. يبقى عارفنا من الحالة بتاعت النهارده اهم حاجتين рь كنت عايز اقول لكم عينين برونكوجين الكارسنوما دوروا على بتاعتي الامفنجيات الكارسينواتوزا خلي بالكو من زي نعرف اليمين من الشمال اه في البرونكاي وفيенный alung عن طريق اللانق عن طريق ان احنا ندور على الفشهر والبرونكاي عن طريق ان احنا نعرف شكل البرونكس اليمين من شكل البرونكس الشمال زي ما شكراً جزيلاً وشوفكم ازبغة قادة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته